السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى امبارح اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي معنيوالك ماكرون وتناول الاتصال لعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعززها في مختلف المجالات كمان تمت منقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية كمان عقد سيد الرئيس اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النال وطلع الرئيس على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية وإعادة تأهيل وتطوير خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي أخبار كتيرة مهمة حصلت مبارح أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيس اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إمانوال ماكرون تناول اتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يتفق مع الطابع التاريخي والاستراتيجي اللي بيتميز بالتعاون بين الدولتين كما ناقش اتصال بين الرئيسين تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتم استعراض مستجدات الجهود الرمية للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية أيضا تمت مناشة جهود البلدين لتقديم الخدمات الطبية للجرحة والمصابين الفلسطينيين بما يخفف من وطأة المأساة الإنسانية بالقطعة إمبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيس اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشاز تناول اتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وأثنى الجانبان على مستوى العلاقات وما تشهده من زخم وأكد حرصهم على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يتفق ومصالح الشعبين الصديقين أيضا تناول الجانبان التوترات الإقليمية الأخيرة وأكده وجود حاجة ماسة وعاجلة لإنهاء حالة التحفز الراهنة لاستعادة السلم والأمن بالإقليم وتم التجديد على محورية العمل للوصول لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية خاصة عن طريق تفعيل حل الدولتين من خلال توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة بما يدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة إمبارح عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل واتطلع الرئيس على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية وإعادة تأهيل وتطوير خطوط متر الأنفاق بالقاهرة الكبرى فضلا عن مشروعات إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية إمبارح أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء وعودتها لحضن الوطن وتقدم رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة وبالأصالة عن نفسه بأسمي آيات التهاني القلبية وأصدق التمنيات لفخامة الرئيس بهذه المناسبة التي ستظل دائماً وأبداً فخراً لنا جميعاً تذكرنا بنصر أكتوبر المجيد اللي قدم في أبناء مصر البواسل أروحهم ودماءهم فداءً للوطن وضربوا أروح الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن والحفاظ على مقدراته إمبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف صناعة الأسمدة وسبل تشجيع هذه الصناعة للتوسع وزيادة حجم صادرتها استعرض الاجتماع ما قامت به وزارة المالية دعماً وتشجيعاً للعديد من الأنشطة الصناعية والإنتاجية والزرعية ومن ذلك ما يتعلق بصناعة الأسمدة أيضاً تناول الاجتماع إجمال الطاقات الإنتاجية للأسمدة باختلاف أنواعها وتمت الإشارة إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة في الإنتاج والتصدير على مستوى العالم في الأسمدة إمبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع محمد سعيد الدنحاني مدير الديوان الأمير لإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة لاستعراض خطط التوسع المستقبلية في السوق المصرية في مجال النفط والغاز وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لعمق العلاقات الثنائية المميزة اللي بتربط من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة مؤكداً حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات لسيما في مجال التعاون الاقتصادي اللي بيشهد تطور ملحوظ في الآوينة الأخيرة إنبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي اللي بنفزه أحد التشكيلات في الجيش الثاني الميداني على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وفي ختام المرحلة نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميداني مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير الفرد المقاتل وتعظيم إمكانياته بما يتوافق مع طبيعة المهام المكلف بها فضلاً عن الارتقاء بوسائل التدريب والتأهيل لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة بما يسهم في تطوير الأداء ومواكبة التطورات المتلاحقة بمختلف المجالات العسكرية خلال تنفيذ المهام المكلفة بها لحماية الوطن وصون مقدراته إمبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن مصر بتستعد التنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية بنسختها الأولى بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سينا وبيأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبتنطلق البطولة من يوم الأربع أربعة وعشرين إبريل وحتى سبعة وعشرين إبريل لمشاركة أكتر من عشر دول عربية بمدينة مصر الدولية الأولمبية إمبارح قررت وزارة الداخلية منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين اعتباراً من يوم السبت الموافق سبعة وعشرين أربعة حتى يوم الخميس الموافق تلتاشر ستة وده أسوى بالأعوام السابقة بمناسبة لاحتفال بعيد تحرير سينا خمسة وعشرين إبريل وعيد القيامة المجيد وضع حرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء زويهم بمختلف المناسبات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر